مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي worth العظيم في كل مكان برحب حضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف في الدورة المصر الحقيقة هنتواصل مع حضراتكم النهاردة في كل ملفات القرى المصرية وأكيد أخبار نادينا العظيم بالنادي الاهلي والحقيقة النهاردة هنتواصل للحديث عن النادي الاهلي ومواصلة مسيرتو الحقيقة بنجاح في الإسبوع الثاني نادي الاهلي court زي ما حضراته عارفين لعب أسبوعين بس أو مباراتين بس في مشوار الدوري العام الحقيقة كانت بداية قوية جدا بفوز كبير على النادي المصري 4-0 ثم تليه فوز أكبر وفوز كمان عريق على نادي كبير زي نادي الإسماعيلي 3-1 حقيقة النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم كلنا عارفين قبل بداية الموسم كان كلنا عارفين أن الموسم هيكون موسم صعب موسم مليان بطولات كثيرة جدا جدا الأجندة سواء الأجندة المحلية على مستوى الدوري والكاس كمان الأجندة الأفريقية على مستوى الدوري الأفريقية أو السوبر الأفريقي بشكله الجديد كمان على المستوى الدولي بكاس العالم للأندية إن شاء الله بإذن الله يعني النادي الأهلي قدامه تحديات كثيرة الحقيقة تحديات كثيرة ومباريات صعبة جدا ولكن يبقى النادي الأهلي هو النادي الأهلي النادي البطولات النادي الطموح ونادي جماهيره بتسنده في كل صغيرة وفي كل كبيرة وأكيد إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي حيحقى كمان موسم استثناء السنة دي ويكمل مسيرة الموسم الماضي الحقيقة اللي كان موسم أكتر من رائع هنتبع استعدادات النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكو على مستوى الأفروقي لمباراة سيمبا التنزاني المباراة الحقيقة في السوبر الأفريق بشكله الجديد إن شاء الله بإذن الله طبعا هي البطولة مستحدثة بطولة جديدة فيها سبع فرق من أقوى الفرق على مستوى أفروقي بجانب طبعا العملاق الأفريق النادي الأهلي وخلاص النادي الأهلي هيرجع من فترة الراحة حضراتكو عارفين كان بعد مباراة الإسماعيلي كان اللعيبة الدوليين توجهوا إلى الإمارات للأجندة الدولية واللعيبة اللي مراحتش منتخب كان عندهم أجازة خمس ايام إن شاء الله بإذن الله أعتقد ابتداء من يوم الحد هيرجعوا تاني للتدريبات استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية مباراة افتتاحية مباراة افتتاح بطولة جديدة السوبر أو الدوري الأفريقي بشكله الجديد هنلاعب فريق سيمبا التنزاني وهيكون لنا كلام عن المباراة دي الحقيقة النهاردة معنا اثنين كبار من نجوم النادي الآلي الكابتن عمر الحديدي وكابتن أحمد عادل وكمان معنا محمد الباز عشان كمان نفصل لغة الأرقام هتكون ايه وسمبا التنزاني مش هو سيمبا التنزاني من ثلاث سنين الفريق بيتطور بشكل كبير جدا عنده قدرة كويسة الفريق لغاية دلوقتي العلامة الكاملة في الدوري التنزاني عنده خمس مباراة بخمستاشر نقطة للحقيقة مش هتكون مباراة سهلة مباراة لازم يكون فيها تركيز كبير من لعبة النادي الأهلي والمباراة إن شاء الله يوم الجمعة يوم عشرين المباراة الثانية بعدها باربعة يام على طول في القاهرة إن شاء الله يوم اربعة وعشرين وبإذن الله إن شاء الله الفوز في مجموعة المباراة إن شاء الله النادي الأهلي هيكون عنده لقاء مرتقب إلى حد كبير مع فريق سانداونز الجنوب الأفريقي اللي هلعب أتليتكو الكنغولي فالموضوع كله الحقيقة استعدادات الأنجولي آسف والنادي الأهلي الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم أجندة ملينا جدا لعبتوا دلوقتي موجودة مع المنتخب بعد مباراة زنبيا لسه إن شاء الله مباراة يوم الاثنين إن شاء الله مع فريق المنتخب الجزائري إن شاء الله يرجعوا كلهم يعني سالمين إن شاء الله ويكونوا عاملين مباراة كبيرة حقيقة النهاردة كمان هنتكلم عن أخبار الدور المصري إيه اللي حصل في الجولة التالتة الترتيب بعد تلت جولات في من المسابقة طبعا إحنا عارفين النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم لعب مباراتين بس أمام المصري والإسماعيلي ترجمة نانسي قنقر